انا عاوزي البنبونية دلوقتي على طول! لا 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 ما داشتشي يصبر! حتى اللي فاخد اكتر بي عاوزيها دلوقتي دلوقتي! ما فقرشي يصبر عليه! البنبونية دلوقتي! طب وبنبونية بعدين! في فرق بين البنبونية دلوقتي و اثنين بعدين! في احد البحثين في نهاية الستينات و بداية السبعينات! أجرى تجربة عجيبة جدا على أطفال تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنين ونص وخمس سنين ونص الفكر باختصار شديد كالآتي يجيبوا الطفل في غرفه ويحطوا قدامه بمبونية وبعدين يقولوا له بص أنت ممكن تأكل بمبونية دي دلوقتي أو تستنى ربع ساعة وبدل ما تأخذ بمبونية واحدة تأخذ بمبونيتين وبعدين يقفلوا الباب ويحطوا كاميرا يصوروا الطفل هيعملين بعض الأطفال راح ووكل بمبونية على طول وبعدهم قاعد يلف حولين بمبونية كده كده زي اللي بيطوف حولين الكعبة كده لغاية لما مستن في نهاية المطاف أنه أكلها وفيه اللي قاعد لحسها وفيه اللي قاعد طبطب عليها وفيه بعضهم طبعا سيب البمبونية خالص وراح قاعد في طرف تاني من القوضة واستنى لغاية لما ربع ساعة خلصوا اللي أكل البمبونية ما أخدش واحدة تانية اللي ما أكلش البمبونية أخدها وأخد واحدة كمان عليها طب وإيه الموضوع يعني إيه المشكلة أكل بمبونية واحدة ولا اتنين الموضوع ما خلصش عند كده الباحث راح تابع الأطفال دولة على مدى 15 سنة بعد كده بحيث أنه يشوف عملوا إيه في الدراسة المشاكل النفسية بتاعتهم مشاكلهم الأسرية لقى أن الأطفال اللي صبروا عشان يخدوا بمبونيتين كانوا أحسن دراسيا أحسن فلاقتهم الأسرية أحسن فصاقتهم عمتا مع الناس أحسن تقريبا في كل مناحي الحياة والناس اللي أكلوا على طول عمتا كانوا فاشلين في حياته طب يعني معقولة حتة بمبونية هي اللي هتقرر أنه هطلع فاشل ولا نجح في حياتي هي الموضوع مالوش علاقة بالمبونية تحديدا الموضوع اللي هي علاقة بحاجة تانية أهم بكتير جدا اللي هو معروف في علم النفس بتأجيل المتع الشخص اللي عنده قدرة أنه هو يأجل المتع بتاعته عشان ياخد حاجة أكبر بعد كده غالبا بيباع عنده طاقة نفسية أنه هو حاجات كبيرة جدا في حياته واللي ما عندهش صبر أو مش عاوز يصبر غالبا بيطلع فاشل في حياته لو إحنا بصينا على حديث الرسول السلام اللي بيقول ومن يتصبر يصبره الله وربنا يوفقه حاجة كثيرة جميلة في حياته بعد كده والله عز وجل بيقول في القرآن وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فاللي بيصبر دلوقتي بياخد حاجات كتير قوي بعد كده ولما نبص للموضوع ده على موضوع البنبوناية وصبر الإنسان عليها في فترة أسيرة نفهم بعض حكمة ربنا في الصيام وللحديث البقية وجزاكم الله خير شكرا للحسن استماعكم لو أعجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وعملوا سبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد في القناة بإذن الله تعالى وأحب أسمع تعليقاتكم أسفل الفيديو السلام عليكم